اخوات السلام عليكم اليوم وان شاء الله نتكلم عن نبات الحماد ويسمى ايضا بالحميدة ويسمى بأمازيغ تسموم هذا نبات يحتوي على كيمية كبيرة من فيتامين سي وهو يستعمل في توقيف الاسهال تأخذ اولاق الغضة والاغصان تنقع في لتر من الماء لمدة اربع ساعات ثم يصفى ويشرب لتوقيف الاسهال ويفيد ايضا في علاج داء الحفر او سكربوت وايضا هذا النبات في فوائد كثيرة فقط تنويه هنا التنويه عفوا الى عدم استعماله في اواني معدنية انه يتفاعل معها يجب استعمال هذا النبات في اواني فخارية او زجاجية من اجل السلامة الصحية حلق الشيخ والحوات والسلام عليكم